تعمل الدول العضا في منظمة الشرطة الجنائية الدولية التي تعرف بالانتربول على تعزيز التنصيق المشترك بينها لمكافحة الجرائم على الصعيد الدولي عبر الأجهزة الأمنية ولأهمية هذا الأمر جاء نائب رئيس المحكمة الدولية لحقود الإنسان وعضو منظمة الشرطة الجنائية الدولية أربع كارلوس جايبور أبراهام لمقابلة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشادين بالخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف ذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلاد ومنظمة الانتربول وأطلع أبراهام وزير الدولة وزير الخارجية بالمهام المختلفة التي تقوم بها المنظمة في الدول العضاء فضلا عن الاستراتيجات الجديدة التي وضعت لدفء عجل التنصيق العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف المنظمة بشكل جيد كما أكد وزير الدولة لنائب رئيس المحكمة الدولية لحقوق الإنسان حرس الحكومة على تعزيز آليات التعاون الدولي لاسيما المتعلقة بالأمن لمحاربة كل أنواع الجرائم هذا هو بعيد خروجه من المقابلة أوضح نائب رئيس المحكمة الدولية لحقوق الإنسان وعضو منظمة الشرطة الجنائية الدولية أعربى كارلوس جايبور أبرهام أن اللقاء كان مثمرا وتناول أهم النقاط وأضاف أبرهام أنه تحدث مع وزير الدولة عن توقيع اتفاقية نص على فتح مقر للمنظمة بالبلاد لتنصيق التعاون المشترك ونشير إلى أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية لإنتربول أسست في السابع من سبتمبر عام 1923 وتتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها كما تضم في عضوياتها 194 دولة ترجمة نانسي قنقر